قصف متبادل بين ميليشيات الأسد وفصائل الثورة في رفيح حماتة وإدلب فصائل الثورة تتمكن من صد محاولة تسلل لعصابات الأسد شمال وغرب حلب جرحى مدنيون باستداف سياراتهم من قبل ميليشيا قسد قرب جرابلوس شرق حلب وقف لإطلاق النار شمال حلب بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على معقل الفيلق الثالث في كفر جنة استادفت سرايا المدفعية في الفتح المبين براجمات صواريخ مواقع لعصابات الأسد داخل بلدة شطحة في سل الغاب غرب حما وحقيقة إصابات مباشرة ومن جهة أخرى قصفت العصابات بمدفعية محيط بلدة البارة وقرية الفطيرة ومحيط قريتي مجدلية ومعرب الليد جنوب إدلب دون ورود أنباء عن إصابات بشرية صدت فصائل الثورة محاولة تسلل لميليشيات الأسد على محور قرية كفر عم بريف حلب الغربي حيث استطاع المقاتلون قتل ثلاث عناصر من المجموعة المتسللة وإصابة عدد آخر بجروح وفي سياق متصل صد مقاتلو الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيا قسد على محور قرية كفر خاشر قرب عزاز وألحقوا خسائر بشرية بالمجموعة المتسللة أصب ستة عمال من الأهالي بجروح إثر استهداف سياراتهم بصاروخ موجه من قبل ميليشيا قسد وذلك في معبر الحمران قرب جرابلوس شرق حلب في حين جرى استهداف مماثل من قبل عصابات الأسد لأحد السيارات التابعة للأهالي على محور قرية كفر نوران بريف حلب الغربي لتقتصر الأضرار على المادية انتهت الاشتباكات بين الفيلق الثالث وهيئة تحرير الشام بعد سيطرة الأخيرة على معقل الفيلق في منطقة كفر جنة قرب مدينة عفين وفتحت الطرقات في المناطق التي شاهدت اشتباكات كما دخلت أرتال عسكرية تابعة لهيئة ثائرون كقوات فصل إلى كفر جنة تمهيدا لاستكمال الاتفاق الأخير الذي وقع بين الطرفين طالبت السلطات المحلية التابعة للمحتل روسي سكان مقاطعة خيرسون بالمغادرة تمهيدا للمناورات العسكرية ضد القوات الأوكرانية التي استعدت معظم مناطق خيرسون في الآوينة الأخيرة وهذا ما ينظر بتصعيد روسي قادم في حين قصفت مسيرات روسية أمس وسط العاصمة لتندلع حرائق في الأبنية السكنية اشتركوا في القناة